السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم وعائلة كورا سبورت في كل مكان. فيديو جديد وحلقة بديدة معاكم محمد رفعت حلقة نارضة ان شاء الله. هنتكلم فيها عن كل اخبار النادي الاهلي. كمان هنتكلم فيها عن كل اخبار نادي الزمالك. وازمة مرتضى منصور مع اللجنة اولمبال مصرية. وايه الجديد في الازمة وايه اللي حصل مبارح بين مرتضى منصور وزير الشاب ورياضة وتدخل وزير الشاب ورياضة في الازمة. من اجل انقاذ مرتضى منصور ومنطرده من نادي الزمالك. نتكلم عن كل حاجة. لكن في بداية نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة على سيدنا محمد عليه وقفض السلام في الكوميتات. كما تلعطوص لايك الفيديو عشان شاء الله الفيديو وصل لأكبر عدد ممكن من جمهور النادي الاهلي. وتعاون نبدأ اخبارنا من النادي الاهلي. النهاردة لجنة خطيت في النادي اهلي برئاسة الكابتل محسن صالح بترفض التعاقد مع مليك افونا. مليك افونا لعب نادي اهلي السابق تم عرضه على النادي الاهلي. اللعب حاليا هو لعب حر مش مرتبط بعقد مع اي نادي ااسف. ممكن نادي اهلي تعاقد معه بمنتهى السهولة. لكن اذا رفضت نادي اهلي رفض التعاقد مع مليك افونا لسببين? السبب الاول تراجع نفسه اللاعب مستويه قليل جدا عن الفترة اللي كان موجود فيها داخل النادي الاهلي. السبب التاني النادي الاهلي عنده قيمة اللعيبة الاجانب فيها ست لعيبة اجانب في الوقت الحالي. بالاضافة انك انت لسه بتتفاوض مع آآ بدر بنوم والصفقة اقتربت جدا من النادي الاهلي. بالاضافة انك انت كمان بتتفاوض مع سرينو. فعندك كده تايما لعيبة اجانب من اصل قيمة هي خمسة بس. فالنادي الاهلي رفض التعاقد مع مليك ايفونا واللعب قريب جدا من النادي الاسماعيل وبشكل كبير هيكون موجود في مصري اا دور المصر اناس في الموسيم القادم. كمان ماسيماني يطرق ملف الصفقات المحلية للاجنة تخطيف النادي الاهلي شريح اللعيبة على ماسيماني فهتعمل تقرير عن كل لعب اذا هتخطيف النادي اهلي شايف ان هو هيفيد النادي الاهلي وراجل هيقول الكلمة النهائية ونفس الموضوع في ملف اللعيبة المعارين وماسيماني يختار اللعيبة الاجانب اللي انادي اهلي يتعاقد معاها. كمان الكابتن سيف زهري امبرح آآ قال له خبر كده موصير للجدر كالعادة. الراجل قال لك ان عمر السلية وطارق حامد عرضه لنادي برامز ونادي برامز بيدخل آآ دخل في الصفقة. وان برامز حليم بتبحث عن صغرف عقد السلية وسغرف عقد طارق حامد علشان يخطفوا الاتنين من الاهل والزمالك. وحط اسم طارق حامد كده في النص عشان الناس ما تقولش انه بتكلم عن النادي ده. بالنسبة للموضوع عمر السلية احنا اتكلمنا عن الموضوع ده يعتبر من شهر مسلا. يعني من شهر الكلامنا عن موضوع عمر السلية ان ده ده برامز من خلال لاعب سابق في النادي الاهلي فتح الملف مع عمر السلية. اللاعب السابق ده قبل ما يجي النادي الاهلي كان موجود في نادي الاسماعيلي برضو. بحكم الصداقة بينه وبين عمر السلية الراجل قال له انت في عندك نية انك انت ممكن تيجي النادي الاهلي. ورد السلية قال له انا مكمل في النادي الاهلي ومعنديش اي نية اللي انا سيب النادي الاهلي في الوقت الحالي. والموضوع اتقفل على كده. لكن الاستاذ سيف زاهر يعني هو اصلا يعني خبر اه يعني او ازمة او كلام حصل من شهر يستطيع يتكلم عليه النهاردة قبل لقاء الوداد المغربي وقولك ان الصلية وبرامدز دلوقتي بيحاولوا ان هم يشوفوا صغرة في عقد عمر الصلية. على فكرة يا كابتن سيف والله عمر الصلية نفسه رفض الموضوع وقفل الباب. فنادي برامدز يدور على صغرة ما دورش على صغرة طالما اللاعب نفسه رفض. الانضمام للنادي الفلاني فاللعب هيمشي ازاي من نادي الاهلي. ثانيا بالنسبة على عقد عمر الصلية. فعقد عمر الصلية ما فيش فيه اي صغرات. اللاعب وافق انه يجد게 لمدة سنتين ولسه باقي في عقد وسنتين مع النادي الاهلي. فالكلام على لعبة النادي الاهلي في الوقت الحالي مش وقته. حتى لو كان فيه كلام دلوقتي بين برامدز وبين اي لعب في النادي اهلي او حتى لو جاء لك معلومة لنادي برامدز بيفكر فاي لعب حاليا داخل النادي الاهلي ما ينفعش تطلع تقوله دلوقتي يعني النادي الاهلي ما يكونش خلاص هيسافر علشان يلعب مباراة مهمة في افريقيا او حتى نادي الزمالك نفس الامر وتطلع في التلفزيون في اعلام الدولة في الاعلام في القناة الرياضية الاولى في مصر وهي القناة الوحيدة اعتبر انها بتاخد حقوق الدورة المصري وتطلع تقول لي ان نادي بيرامدز عايز اه صلية وعايز طريق حامد. الكلام ده الصحيح الصلاة يمكن مع النادي الاهلي اللاعب هيجدد تعاقده مع النادي الاهلي ما فيش مع النادي الاهلي اي مشكلة ونفس الامر على فكرة مع طريق حامد طريق حامد ما فيش في عقد واي صغرات وطريق حامد جدد مع نادي الزمالك ولا برامدز هيعرف هياخد طريق حامد ولا هياخد عمر الصلاة بدون موافقة ادارة الزمالك او ادارة النادي الاهلي وعيب تضربه في الاهلي والزمالك قبل لقاءات افريقيا لان الناديين دول بمسلوا مصر. فعيب بصراحة يعني. النقطة الالاء اعلامي في القناة الرياضية الاولى بيتكلم عن خبر زي ده. فالموضوع ده بالنسبة لي موضوع غريب. كمان موسماني بيرحب عودة اكرم توفيق واحمد ياسر ريان وناصر ماهر ومحمد شريف. اللعبة دي لنادي اهلي اصلا كان موافق ان هم يرجعوا ايام آآ رينيف فايلر. كمان موسماني بيطلب من الكابتن محمود الخطيب سرعة ضم اتنين مدافعين وحاسم صفقة بدر بانون. فاسرع وقت ممكن نادي اهلي بيعاني من ازمة دفاعية ونقص عدد كبير جدا في خط الدفاع. الكابتن سادة الدحافيز النهاردة بيصرف مليون وماتين وخمسين الف جنيه مكافئة الفوس بطولة الدوري. كمان النادي اهلي يجاهز محمد الشناوي بالمسكنات لموقع آآ الوداد الافريقية. النادي اهلي بشكل كبير جدا مفيش ازمة في موضوع محمد الشناوي اللعب هيلحق لقاء بيرامز كمان مش لقاء الوداد بس. كمان موسماني بيطلب من الصالح جمعة ان هو يكتهد اكتر في تدريبات وما يبصش على الاخبار والاشعادة اللي بتطلع على صالح جمعة. كمان الاهلي يخاطب الفيفا لمنع النجم الساحلي من الكيد وايقاف كلبالي. النجم الساحلي عمل فيها من بانها ومش آآ معتمة خالص ومش مهتم خالص بقرار الفيفا اللي قالوا ما ينفعش كلبالي يشارك غير ما نادي بيرامز يدفع مليون وماتين الف دولار للنادي الاهلي. كمان بالنسبة للموضوع فسخ عقد صالح جمعة علشان باند مشاركة للاعب عشرة في المية من المباريات فالاتحاد المصر وقوات القدم بيأكد ان الباند ده والقرار ده مش مطبق هنا في مصر وكل اتحاد ليه قوانينه وكل اتحاد ليه اللوايح بتاعته. يعني بالنسبة للموضوع صالح جمعة فاللاعب ما دارش يفسخ العقد بتاعه علشان باند العشرة في المية ويروح نريز زمالك زي ما الناس بتتكلم في الوقت الحالي. كمان المفاجأة ان النادي الاهلي عرض اجاي او جرالدو اعارة لنادي سان داون لو النادي الاهلي عشان يخلص الصفقة بسرعة عرض اجاي وعرض جرالدو على سان داون علشان ينهي ويحسم صفقة سرينو في اسرع وقت ممكن بعد تمسك بوسماني بضم اللاعب في اسرع وقت. دي كانت كل اخبار النادي الاهلي معنا النهاردة تعالوا بقى نخش على ازمة اه نادي الزمالك وازمة مرتضة منصور والتفاصيل الجدد اللي عندنا امبارح رئيس نادي الزمالك. بالنسبة لاخبار نادي الزمالك وازمة مرتضة منصور وتوابع ازمة مرتضة منصور وعزله من رئاسة نادي الزمالك. امبارح رئيس نادي الزمالك مرتضة منصور راح ظهر اه وزير الشاب والادة دكتور اشرف صبحي وتكلم معاه ان يحاول يحل الازمة. ان الدكتور اشرف صبحي تدخل في الازمة ويحاول يحلله الموضوع مع اللجنة الولمبية المصرية. رئيس ناري الزمالك حاول يستعطف بمعنى صح وزير الشاب والدكتور عشرة صبحي. وانه هو يدخل في الازمة ويحلها. لان رئيس ناري الزمالك مرتضة منصورة عارف كويس جدا ان الازمة دي البرلمان مش هينفعه فيها. يعني برلمان ومجلس النواب مش هيدا يدخل في حاجة تخص مؤسسة ريادية. فرئيس ناري الزمالك فاهم كويس جدا انه دلوقتي ما عندوش حل غير انه يروح يقدم طعن في اللجنة الاولمبية المصرية نفسها. وبعد كده لو الطعن او قرار الطعن ده معجبوش يروح للفيفا. يا اما يلجأ لوزير الشباب ورياضة دكتور عشرة صبحي امبرح. كان في جلسة كده بين مرتضة منصور وعشرة صبحي والراجل قال له انا ما ليش علاقة بالموضوع. دي حاجة تخص اللجنة الاولمبية المصرية وتدخلها يعتبر تدخل حكومي. انا مش تدخل في الموضوع. آآ موضوعة مع اللجنة الاولمبية المصرية. لازم تمشي آآ في موضوع الطعن لو انت شايف انك لك حق فقدم طعن. الطعن اه اترافض او قرار الطعن ده ما كانش آآ عاجب حضرتك. فقدم طعن لي المحكمة الرياضية الدولية او روح الفيفا او محكمة الكاس واخد حقك به القانون لكن تدخلي انا وان الموضوع يعدي كده فانا مش هادر اتدخل وامبرح مرتضة منصور نفسه امبرح تلع في قناتنا للزمالك في برنامج زمالكة وقال لك ان وزير الشباب والرياضة شخص سلبي بسبب الموضوع ده. ان وزير الشباب والرياضة نفسه رفض يساعد مرتضة منصور لأول مرة بعد ما لاجع عليه مرتضة منصور كان فاهم موضوع يعدي بالسولة. حاليا رئيس نادي الزمالك في ورطة بعد دعوات النزول. بعد ما آآ بعض من جمهور نادي الزمالك وسوشيال ميديا نادي الزمالك اللي هي اصلا بتقبض وفي صف رئيس نادي الزمالك علشان الاجتماعات والقبض اللي بياخدوه من نادي الزمالك امبارح حاولوا يجودوا من دماغهم. فغباءهم يعني يبوز الموضوع اكتر. امبارح سوشيال ميديا نادي الزمالك بدع الجماهير انها تنزل الشارع وتعمل مظاهرة وتعمل واقفة احتجاجية قدام نادي الزمالك عشان تدعم رئيس نادي الزمالك في الموضوع ده بوز الدنيا خالص. رئيس نادي الزمالك دواتي نادي الزمالك في منطقة حيوية زي دي. في الزل ما الاستاذ محمد علي اقادي دي على الناس انها تنزل وتعمل تظاهرات ويعني في آآ خارج مصر. الناس الخارج مصر بتحاول يستغلوا اي حاجة عشان يعملوا قزمة يخلوا الناس تنزل الشارع مرة تانية. فانت هنا بتضرب استقرار البلد من نهاردة رئيس نادي الزمالك نزل بيان وقال للناس ما تنزلوش بس معلش يعني حاضرتها قناة نادي الزمالك وانت قاعد طوله حابنتعمل علينا مؤامرة وقطر ومش قطر. فطبيعي جدا الجمهورة يكون زعلان انت شايف نفسك مظلوم يا سيد الفاضل انت رجل قانون يعني انت رئيس نادي الزمالك رجل قانون محترم جدا من اكبر محامين هنا في مصر. فانت لو شايف نفسك مظلوم اخذ الاجراءات القانونية. لكنك تطلع تعيج الناس على قناة نادي الزمالك فده من نجة نظر يعني انت كده مش رجل وطني. انت دايما متقول انك رجل وطني اه رجل دولة. فيعني تصرفاتك دلوقتي لما قاعت في ازمة ده ما يدلش انك رجل وطني ولا خايف على الدولة ولا خايف وعلى مصر لما تخلي الناس عندها حالة من الغل وحالة من الغضب. ان انت بتقول له من احنا كده نخرج من افريقيا ايه علاقة رئيس نادي الزمالك ويه علاقة اه الزمالك بافريقيا. ما رئيس نادي الزمالك اه نادي الزمالك ادريك سبسموحه وكمل في بطولة الدوري اه اسف بطولة الكاس ورئيس نادي الزمالك يعني كانت قرر قبلها بيوم. فايه علاقة الزمالك بيه اه وقرار نادي الزمالك بيه موضوع افريقيا. من وجهة نظر انت بتحاول تكسب الجمهور علشان يكون عندك قوة بعد ما خسرت صبعا اه الدعم اه من البرلمان. يعني البرلمان مش يقولش دور في الموضوع ده. ده موضوع رئيس نادي الزمالك. هنشوف الازمة الايام الجهة تحصل عليه. بالنسبة كمان لفرج عامر. ففرج عامر هيقدم بلاغ ليه انها بالعام ضد رئيس نادي الزمالك بعد رسائل الشتايم اللي بعتها له مرتضى منصور. ده كان كل حاجة عندي النهاردة. هشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله.